السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وبعد الفيديو سوف نرى طريقة جدا مسيطة لتحويل شكل جهازك الشاومي إلى نفس شكل الآيفون 13 كما تشاهدون شكل الجهاز شكل الوالد بيبر أو الخلفية وكذلك نفس شكل شاشة القفل وإيضا نفس شكل شريط الإشعارات الخاصة بالآيفون سوف يكون بياتفك الشاومي وإيضا نفس شكل الإدادات فهنا لديك تغيير كامل على الجهاز الخاص بك فإذا كنت مهتم مهم جدا أن تكمل الفيديو إلى آخره وكذلك الطريقة لا تحتاج إلى أي تطبيقات خارجية كل شيء موجود لديك بالجهاز لكن قبل أن نبدأ لنتساكل عادة الاشتراك ونتقوم بتفعيل خاصة الجرس ونتقوم بتفعيل جميع الإشعارات يصلك إشارة على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وطبعا نستدعم الفيديو بزرع لايك ليصل إلى أكبر عدد من الناس ونبدأ الآن مباشرة بالشرح أول ما سوف تحتاجه هو طبعا تطبيق الخاص بياتيمات الخاص بشركة شاومي أو معشر أتييمات طبعا موجود على كل الهواتف لكن هناك بعض الناس تقول لي أنها لم تجد هذا التطبيق بالجهاز الخاص بيات بكل بساطة هذا التطبيق سوف يكون محضور ببعض الدول العربية فلذلك يجب عليك أن تقوم بتغيير الدولة لكي يظهر معك المتجر وسوف أوريك الآن الطريقة أيضا إذا لم تجد أيضا التيم الذي سوف أتكره في هذا الفيديو أيضا قم بتغيير الدولة الخاصة بك فهنا بكل بساطة سوف تقوم بالداب إلى الإدادات ثم سوف تقوم بنزول إلى خيار الإدادات الإضافية ثم سوف تذهب إلى المنطقة ونستمر باختيار المغرب أو ميصر كل هذه الدول سوف تجد بها متجر أتيمات وكذلك نفس الثيم الموجود لدينا بهذا الفيديو فهنا قم بالداب إلى شارط البحث وقم بتغيير الدولة إلى نفس الدولة الخاصة بي قم بتحميل التيم وقم بإرجاع مرة أخرى إلى نفس الدولة الخاصة بك فعوما هذه كانت طريقة لحل هذه المشكلة تقوم بالدخول إلى متجر التيمات بهذا الشكل ثم تقوم بالذهب إلى الشريط الخاص بالبحث ونسوف تقوم بكتابة طبعا نحن نريد التيم الخاص بالآيفون 13 فيقول بساطة سوف نقوم بكتابة آيفون ثم نترك فراغ ثم 13 ثم تقوم بالضغط على زر البحث ونسوف تقوم باختيار أول تيم هذا هو الشكل الخاص به ونسوف أعطيك طبعا علامة التحميل أنا قمت بتحميله سابقا إذلك أعطاني تعيين قم بتحميله حجمه جدا جدا صغير ثم قم بالضغط على تعيين لكي يتم تعيين هذا التيم كتيم أساسي للجهاز هنا كما تشاهدون تم تسطيب التيم سوف نقوم بالخروج الآن من متجر التيمات كما تشاهدون تم تغيير شكل الجهاز الخاص بك بشكل كامل طبعا هنا كما تشاهدون شكل الإيقونات الخلفية كل شيء تم تغييره بذل الجهاز وسوف نرى أيضا بذل المميزات أيضا الموجودة به وطبعا أول ما سوف تقوم بتحميل التيم كما تشاهدون سوف تلاحظ بعد الإختصارات موجودة لديك بالجوانب الخاصة بالجهاز بكل بساطة مثلا هذا الزير سوف يمكنك من تغيير الخلفيات فهم لديك عدد خلفيات جدا كبير كلها خاصة بالآيفون يعني الخلفية الخاصة بالآيفون 12-13 من خلفية خاصة بالآيباد لكن نحن سوف نقوم بوضع الخلفية الجديدة الخاصة بالآيفون 13 هنا الزير الثاني سوف يكونك من عمل بلور للخلفية أو أن تكون غير واضحة قليلا فهذه وظيفة هذين الأزرار يمكنك طبعا أن تقوم بإغلاق هذه الاختصارات فقط بالضغط على علامة الإكس الموجودة بالأعلى بهذا الشكل طبعا سوف تسألوني الآن كيف أقوم الآن بيرجع مثلا هذه الاختصارات أريد أن أقوم بتغيير الخلفية بكل بساطة سوف تقوم بالضغط هنا مرتين وسوف يضردك بكل وساطة كما تشاهدون يمكنك تغيير أي شيء فهذه كانت طريقة جدا بسيطة وسهلة فلذلك قلت لك أن تقوم بإكمال الفيديو وطبعا لا نسى أهم شيء وهو طبعا شكل الإيقونات الجديد كما ترون تم تغيير جميع الإيقونات الخاصة بالجهاز إلى نفس شكل الآيفون كما ترون أيقونات البلاي ستور أصبعت يعني بأيقونات الأب ستور طبعا كي يكون شكل الجهاز كأنه فعليا آيفون طبعا كل الإيقونات كما تشاهدون تغييرت إلى نفس شكل هواتف شركة أبل كل شيء كما ترون يعني لذلك الآن خلفية الآيفون 13 وكذلك نفس إيقونات الآيفون لذلك أيضا الودجت أو المربعات الموجودة بالآلة طبعا هذه نفسها موجودة أيضا بها هواتف شركة أبل أيضا إذا دققت بالآلة كما تشاهدون الشكل اللوغو الخاص بالبطاري وكذلك الواي فاي إذن تم تغييرهم إذن إذا قمت بالضغط على أي من هذه الودجت مثلا الخاصة بالساعة سوف ينقلك مباشرة إلى المنبي وسوف يكون لذلك تغيير أيضا في الشكل الخاص بمدير الملفات الخاص بشركة شاومي ومشي لذلك تغيير كامل بشكل الإيقونات وشكل الإدادات كما تشاهدون شكل الإيقونات نفسها شكل الإيقونات على الآيفون أيضا إذا ذهبنا مثلا إلى مايفون أو الجهاز الخاص بكما تشاهدون ونسوف تجد أيضا لغو التفاح وكذلك آيفون 13 إذن إذا ذهبنا مثلا إلى أي خيار لذلك يكون لذلك نفس الإيقونات أيضا الخاصة بهواتف شركة أبل عندما تريد أن تقوم بتفعيل أي شيء بالإدادات فول ذلك تغيير كامل بالجهاز الخاص بك إذن تقلنا إلى شكل القفل إذا قمت بالضغط على الفلاش بشكل مطول سوف يفتح معك نفس الشيء بالكاميرا إذا قمت بسحب بهذا الشكل سوف يسحب معك نفس شريط الإشارات أو الكنترول سنتر الخاص بهواتف شركة أبل هناك من قد تقوم بتفعيل أي شيء الفلاش الواي فاي أن تقوم بزيادة الصوت أي شيء موجود لديك هنا بهذا الشريط لكن إذا قمت بالسحب من أعلى الشاشة كما تشاهدون سوف يضع لديك الكنترول سنتر الخاص بهواتف شركة شاومي طبعا تجد عليه بعض التعديلات الطفيفة من خلال هذا التيم فهنا لديك شريطين من الإشارات طبعا كلهما سوف يمكنك من التغيير أو التعاكم ببعض الأشياء به الجهاز فصراعا التيم جدا جدا رهيب فصراعا أنصحك بتجربتي إذا قمت بالسعب من أسفل بهذا الشكل سوف تقوم بوضع الباسورد الخاص بك تماما مثل هواتف شركة أبل فصراعا تيم أنصحك سرعا بأن تقوم بتجربتي خصوصا إذا كنت تريد أن تقوم بتجربتي الشكل الأيقونات الخاصة بالآيو اس أما إذا كنت تريد الرجوع إلى نفس التيم الأصلي أو الشكل الأصلي الخاص بجهازك سوف تقوم بالدخول كما تشاهدون إلى هذه الأيقونا الأيقونا الخاصة بالتيمات ثم سوف تقوم بالداب إلى الحساب أو البروفايل الخاص بك ثم سوف تقوم بالداب إلى التيمات ثم تقوم باختيار التيم الأصلي كما تشاهدون التيم الكلاسيكي ثم تقوم بالضغط على تعيين وبكل بساطة سوف تقوم بالخروج بهذا الشكل وسوف تلاحظ أنه تم الرجوع إلى نفس التيم الأصلي أو الشكل الأصلي كما ترون شكل الأيقونات رجع إلى نفس الشكل السابق وكذلك الـ Control Center كل هذه الأشياء رجعت إلى نفس الشكل السابق الخاص بها فعمل هذا كل ما كان في هذا الفيديو وهذا كان التيم الموجود معنا في الفيديو كالعادة قولوا لي كل عارض مفكرك في التعليقات أيضا إذا كنتم تريدون أن أستمر بهذه السلسلة أيضا قولوا لي في التعليقات وطبعا إذا جابتك أيضا السلسلة تنسى دعم الفيديو بزرع اللايك الشركة دعمتكم مشترك وأهم شيء قم بتفعيل خاصية أجرس نريد أن نصل إلى الخمسين ألف مشترك في قرب وقت واركم في فيديو قادم السلام